أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن القارة تشهد موجة جديدة من كورونا وقال مسؤول صحي بالوكالة أنه يجب استخدام لقاحة من الجيل الثاني لفيروس كورونا المستجد والتي تستهدف الفروع القديمة لمتغير أمايكرون هذا الخريف وذلك بسبب ظهور حالات جديدة لهذا المتغير المزيد في سياق هذا التقرير لم تلبث جائحة كورونا أنغابت لبعض الوقت حتى عادت مرة أخرى لتكشف عن المزيد من الإصابات في عديد من البلدان آخر التطورات أظهرتها وكالة الأدوية الأوروبية والتي أكدت أن أوروبا تشهد موجة إصابات جديدة من الفيروس وقال مسؤول صحي بالوكالة إنه يجب استخدام لقاحات من الجيل الثاني لفيروس كورونا المستجد التي تستهدف الفروع القديمة لمتغير أمايكرون هذا الخريف بسبب ظهور حالات جديدة لمتغيرات أمايكرون تحذيرات الوكالة الأوروبية تأتي في أعقاب تحذيرات أخرى كانت قد أطلقتها منظمة الصحة العالمية حيث أوضحت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها ارتفع بنسبة تصل إلى 30% خلال الأسبوعين الماضيين وأن هناك سلالة فرعية للفيروس في الهند يتم متابعتها وأشار المدير العام للمنظمة يدرس أدانوم إلى أن هناك بعض العوامل التي تفاقم من التحدي الحالي وفي مقدمتها انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى مشددا على أهمية تلقيح الفئات الأكثر ضعفا مثل المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في المجال الصحي بالجرعات التعزيزية كانت فرنسا قد سجلت قبل أيام حصيلة يومية من الإصابات تخطت المئتي ألف حالة في تصاعد جديد لوثيرة الإصابات ودعى وزير الصحة الفرنسي المواطنين إلى العودة للتقييد بالتدابير الوقائية في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل المشترك مشددا على ضرورة تلقي الأشخاص الأكثر ضعفا الجرعة الثانية المعززة للمناعة أسيويا وصلت حالة الإصابة بفيروس كورونا في اليابان ارتفعها من جديد وسط مخاوف من بدء موجة انتشار سابعة من الوباء وتخطى عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس حاجز الخمسة وأربعين ألف حالة ما يقرب من ضعف حالات الإصابة بالفيروس في الأسبوع الماضي وذلك تزامنا مع قضاء العطلات الصيفية وعودة الفعاليات التي تقام بالحضور الفعلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر